يعد التدريب محوراً رئيسياً في المنظومة الأمنية وفي هذا الإطار تحرص الأكاديمية الملكية للشرطة على أن تكون برامجها التعليمية والتدريبية متوافقة مع أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال بما يضمن إعداد رجل الأمن بمنهجية عصرية متطورة تسهم في التعامل الإيجابي مع التحديات الأمنية يعد عداد رجل الأمن وفق منهج علمي وتدريبي عصري أمراً بالغ الأهمية خصوصاً مع تزايد وتطور التحديات الأمنية المتسارعة وهي مسألة تمثل أولوية في الفكر التدريبي الذي تعمل بمقتضاه الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال مواصلة التطوير والاهتمام بالجودة في كل ما تقدمه من البرامج التعليمية والتدريبية وتطوير المنشآت التعليمية بما يحقق أداء رسالتها على الوجه الأكمل حرصت الأكاديمية الملكية للشرطة أن تكون عندها برامج علمية تدريبية هادفة تتطور من عام لعام طبقاً للتحديات الأمنية الموجودة في الشارع استراتيجية التطوير عندنا شاملة هي ما تختصر على فئة معينة دون الأخرى بل هي من أصغر لأعلى رتبة في وزارة الداخلية هناك برامج تدريبية خلني أسميها أنا هادفة نتعاون فيها مع العديد من الجهات التدريبية المتخصصة في الأمور الأمنية والأمور القانونية كما أن هناك برامج أكاديمية وناقصت فيها أكاديمية لما ينهيها الدارس حصل فيها على مؤهل علمي ويأتي إعداد طلائع الأمن ليشارك زملائهم في حماية أمن الوطن وفق منظومة من التعليم والتدريب التي تضمن تحقيق الإتقان والحرفية في الأداء وتعمق الوعي الوطني والانتماء استفادنا من الأكاديمية الملكية للشرطة من التدريبات الرياضية والميدانية والتدريبات العسكرية واستفادنا وكسبنا لياقة رياضية والحياة العسكرية تطلب جهد وصابر وتختلف عن الحياة المدنية ولكل المجتهد النصيب والحمد لله صبرنا وإن شاء الله نحصل لمرات تحقيقها في الأكاديمية تلقيت مجموعة علوم ميدانية عسكرية ومواد قانونية وشرطية ساعدتني أنها تبني شخصيتي وتعزز فيني قوات التحمل والصبر كانت تلميذة عسكرية في الأكاديمية واجب علينا أن ألتزم في الجدوى اليومي الموضوع حقنا بالتزام في الحضور وانضباط داخل الفصول خصوصا الفصول الدراسية أو الميدانية أو حتى فصول اللياغة البدنية وهكذا تمضي وزارة الداخلية قدما في إعداد كوادرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني